اليوم رح حكي لكم عن شي صار معي او موقف انا شفته كنت رايحة من فترة قريبة على شغلي فيالي صار انو شفت مشهد كتير كان غريب شفت سيارة بيضاء وسحبة معا او جرة معا كيس كيس اسبالة لون روز معلق فيها يعني معلق فيها من قدام بس كان شكل عنجاد كتير بيضحك يعني كتير غريب والعالم كل عم تطلع علي وفيه صوت طلع من السيارة ونحن هيك عم نطلع فيه وهو مش عارف شو عم بيصير الشوفير هلا انا وعم بضحك حسيت بنفس اللحظة انو كأنو في شي او فيها كدرس صغير الراب هيك بدي يضويلي علي حسيت بكتير من الاوقات نحنا كتير منشبه هيدا المشهد او كتير منشبه هيدا هيدا الشوفير او هيدا السيارة اذا بدك السيارة لونه ابيض نحنا المفروض انو تغسلنا بدم يسوع صر نبيض متل ما منعرف يعني فحسيت انو نحنا صحيت غسلنا بدم يسوع بس نحنا معرضين كتير لكتير اشياء وكتير اوسخ بعالم فاسد نحنا عايشين فيه انه تكون تعلق فينا مكتوب عن عن ابليس ان هو كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه فهو قاعد مش رح يتركنا بحالنا مستحيل يتركنا بحالنا رح يضلع مجارة بحطلنا خطيه هون وخطيه هون حتى نوقع فيه حسيت انو قدام هيدا الشي نحنا كتير معرضين لحرب مع الخطيه وبمرجوعنا للسيارة للشي اللي صار بسيارة ما بعلاحسيت انو هيدا الشوفير كان اللي صار معو بيتحمل انو يكون ثلاث سيناريوهات اول سيناريو تخيلته براسي انو يكون هيدا الكيس بسبالي حتى اجه وصار قدام سيارته كانت سيارته مركونة قدام البيت الصبح صحي بدون ما ينتبه على اللي حوالي يعني حدا اجه كب هيدا الكيس وبعدنا وراح فهو الصبح فاء ودور سيارته ومشي بدون ما يلقي نظرة اذا بدك على حوالين سيارته او اي شي وكتير حسيت انو نحنا كتير بنشبه هيدا الموقف يا ما احيانا نوع صبح وبدون ما نحاس منلاقي حالنا مساكنا موبايلاتنا وبلشنا اول شي وعم بحكي عن حالي اول واحدة مش انو عمبوعص حدا ابدا وبلشنا نتلقى زبلت العالم اذا بدك من هون خبرية ومن هون خبرية ومن هون خبرية تنفتح المجال لقبليس انو يدخل على حياتنا قبل ما يكون الرب بحياتنا قبل ما نسلمه نهارنا يا ما ايام كتيرة بتلاقينا ما منسلم نهارنا للرب ومنروح على اشياء صغيرة نعملها هيك وهيك وهيك ومننسى انو نعمل الشيء الاساسي هو نقول له يا راب نحنا من سلمك نهارنا من الصبح السيناريو التاني وبقى انو ممكن يكون هيدا الكيس مستود باعتبار نحنا ببلد كتير نظيفة فهو بالشارع فهو بالشارع بس الشارع فاضي اوكي فكان فيه الشفير تخيلت براسي يبعد عنه يمين او يسار بس هو استسهل فيه قالك هل قد قده وروز وحلوة كما انو انو اكيد انو بيطلع فوقه يعني منو شي كتير صعب اني اني قدر اني قدر اتخطى اذا بدك بس حسيت هون كمان انو قدين احنا بيشبهنا ايدا شي ياما باوقات من حيس انو الخطيئة كتير سهلة قدرين انو مش انو الخطيئة انو كأنو هي بقدر علي انا وهي اخطر شي لانو عن جد ابليس كتير بيجرب انو انو يقلنا لأ هي بتقدر عليها بس كتير خطر انو نستسهل الخطيئة متل يوسف قد يعني معروف عن يوسف انو هرب فنحنا هون لازم نهرب منها ما نقولها منقدر عليها هرب لما نعرضت الخطيئة عليه وهرب منها وهيدا الشي اللي نجاه حتى ما يوقع بالخطيئة مضبوط واكبر كذبة يعني من ابليس انو انو هيدا الشي صغير انت بتقدر عليها سيقارة صغيرة شغلة صغيرة اي شي صغير لا ما في هيدا الشي الخطيئة هي خطيئة ما في شي اسمه كبير وشي صغير اما السيناريو الثالث فحسيت انو لا الخطيئة موجودة سوري الكيس اللي زبالي موجود قدامه وما عنده مجال انو يروح هيك او هيك فهو مضطر انو يطلع فوقه متل ما صار مع هيدا الشوفير انو يمشي فوقه وياخده معه بس يلي صار يعني بحياتنا كتير بيش بهيدا الشي احيانا انو نحنا منحس انو بدون ما نحس يعني مندون ارادتنا افكارنا صارت عم تفكر بطريقة مش صح الخطيئة عم نشوفها موجودة معنا متل ما بيقول بولوس الروح بيشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح فحسينا انو الخطيئة صارت بحياتنا بس بدون ما نحس يعني مش مش كتير بإرادتنا مش لانو نحنا مبسوطين بس الغلط يلي عمله هون الشوفير انو شايفنا كلنا وانا اول وحدة يعني عم بطلع عيك عم نضحك يعني وعم يسمع صوت طب ما وقف شوف شو ساير بلك شي كبير يعني فنحنا هون بهيدا الوقت مدعوين انو لما نحس انو هيدا شي صار فوق إرادتنا انو نوقف نوقف ونسلم هيدا الشي للرب نسلم انتوب ونقول له يا رب نحنا عن جد منتوب قدامك عن هيدا عن هاي الخطيئة فما بعرف اليوم دعوتي لكل شخص شو ما كان الوضع اللي الرب يعني او الخطيئة عم تجي قدامك فيه صلي انو نوع من الصباح ونحنا عن جد مسلمين يومنا للرب نقول له نفرح اذا استيقظنا بشبهك او نشبع اذا استيقظنا بشبهك واذا كان جوه لنهار قبليس جرب يحاربنا نهرب ما نخجل لانو الهريبة تلتين المراجل متل ما بيقولوا وفي حال دخلت على حياتنا الخطيئة بدون إرادتنا متل ما بيقول بولوس كمان نوقف ونتوب عنا تنكون عن جدولات حقيقية على حيات الربوسة ريم انا عندي سؤال لك كل موقف بالحياة بتقدر تطلع منه شي كيف تقدي وقت يعني مثلا فكرة عادية ممكن حدا يكون قطع علي كيف ما كان شو اللي بيخليك تحول هاوض المواقف لحتى تتعلم منه الدروس روحية حس انه احيانا الراب عن جد بيدويلي عن جد يعني هيك لما صار هيدا الشي بدون ما حس انا يمكن سبق وقلتلك انه بيمسك الموبايل باي موقف بيصير احيانا مش انه دايما يعني بس بيمسك الموبايل وعن جد بسجل بقللي بحس انه الراب رح يعلمني من شي صغير كتير بس بيعلمني درس كبير انا برأيي كمان لانه يعني هذا تصوري انه دايما انت من فتحه لانه الرب يعلمك شي فكل موقف بالحياة بتسأل الرب سؤال يا رب شو بدك تعلمني ان اللي عم بيشوفه قدامي واي شخص هو قال طوبر الجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون اشتركوا في القناة